في تصريحات صحفية مشتركة مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينسي ستولتنبرغ قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريس إنه لا يوجد موقف جديد بشأن ما إذا كان سيتم تزويد أوكرانيا بدبابات ليوفارد من جانبه شدد ستولتنبرغ خلال زيارته إلى برلين على أهمية إرسال المزيد من الأسلحة الثقيلة إلى كيف من أجل مساعدتها على صد القوات الروسية وقال إنه وافق من إيجاد حال قريب بشأن تسليم الدبابات لأوكرانيا هذا أيضا ونفى وزير الدفاع الألماني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام النيتو نفى وجود أي شقاق بين الحلفاء بشأن أوكرانيا لافتن إلى أن قضية التسليح تخضع لتقييم من قبل كل الدول الأعضاء نستمع لما قال الآن أسنجي على المزيد من أين المضاء؟ أخبر أن أريد أن أقوم بخضال متأكد أصبحت سبب لأدخل من أجل مساعدتها وأرد أن أقوم بشأن العمس في حتش أكبر من أمين والأمي أتضع إلى أكبر التسليم الأموضاء من جاشة في المزيدين المؤتمر، وأن هذا يجب أن نفعل هذا. فلا نقاط فيها. لكننا نقاط فيها بأنها نجد أن تكون هذا منطيع الامين لدينا الامين العام على حلف الشمال الأطلسيين. من جانبه داع الأمين العام لحلف الشمال الأطلسيين. سيستول تنباك داع الحلفاء إلى تعجيل الدعم لأوكانيا بالأسلحة الثقيلة. في هذا الموقع في المزنة نجل لدينا مستوى وماعدة في سياق متصل أعلن وزير الدفاع البولندي أنه طلب موافقة برلين لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا مضيفا أن ألمانيا طلقت طلب ورسل موافقة على إرسال الدبابات ولكن برلين تقول بأن هذا القرار سياسي محض رغم الضغوط الأوكرانية إذن المستمرة بهذا الصدد وردا على هذه التصريحات المتتالية للجانبين الألماني والبولندي حذر المتحدث باسم الكريملين دمتري بيسكوف من أن تسليم كيف لدبابات ليوبارد الألمانية الصنع إلى الجيش الأوكراني سيترك أثرا لا يمحى على العلاقات بين برلين وموسكو قال رئيس هيئة الأركان العامة الروسي بأن الإصلاحات العسكرية الروسية إذن الجديدة تستجيب للتوسع المحتمل لحلف الناتو وأضاف أن بلاده تواجه الغرب كافة تقريبا فيما أسماه بالعملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا لافتا إلى أن الناتو يستخدم كيف لشن حرب ضد بلاده موسيقى للمزيد تنضم إلينا من موسكو الآن مراسلة الشرق ديالا الخليلي مرحبا ديالا يعني أنطلق من هذه التصريحات من قبل نيتو من قبل بولندا هذا التركيز ويعني المطالبة بالمزيد من الدعم العسكري لكيف ما زالت ألمانيا تؤكد على أهمية هذا الدعم ولكن فيما يتعلق بليوبارد يعني ألمانيا تقول بأنه هذا موقف سياسي بحث على الجانب الآخر ما الذي نعلم من موسكو عما يجري بالجانب الأوروبي بالتحديد الموقف الألماني نعم قبل قليل كان هناك تصريحات للناتق باسم الكريملين دميتري بيسكوف الذي أشار بأن الأخبار بشأن توريد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا لا تبشر بالخير وسيكون لها ارتداد على العلاقات المستقبلية التي لا يمكن تنبؤ بها لأنها وصلت إلى أدنى مستواها إن كان مع بين موسكو وبرلين أو موسكو والاتحاد الأوروبي وحتى حلف الشمال الأطلسي وبيسكوف أشار إلى أن حتى لا يوجد هناك حوار جوهري مع كل هذه الدول روسيا مرارا حذرت الدول الغربية من تزويدها بأوكرانيا بالأسلحة إن كانت دبابات أو أنواع أخرى من الأسلحة وأشارت في هذا السياق بأن كمية أو دخل أسلحة لكييف سيؤدي إلى تصعيد في الوضع وليس تسوية لهذه الأزمة كذلك كان هناك تصريحات لرئيس مجلس الدومة الروسية جيسلاف فالوجين الذي أكد بأن تزويد أوكرانيا بالدبابات سيؤدي إلى كارثة ليس إقليمية بل عالمية وأن هذا سيكون بمثابة مأساة كبيرة وأيضا يكون بمثابة تدمير للغرب في ظل تفوق القوات الروسية بأسلحتها على الدول الغربية وفقا لفالوجين بالعموم موقف روسيا خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة كان واحد وهو أن جميع الأسلحة التي تضخ إلى أوكرانيا هي تصاعد الوضع وروسيا من حقها الدفاع عن أمنها وسيادتها إلى جانب أن القوات الروسية وعلى لسان وزارة الدفاع الروسية أو على جميع المستويات في الحكومة الروسية كان هناك تحذير للجول الغربية من هذا التزويد ووزارة الدفاع الروسية أكدت مرارا بأن جميع الأسلحة التي سترسل إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية هل من أي رد فعل روسي عما جرى بأوكرانيا وتم الإعلان عنه من إقالة عدد من المسؤولين هل من معلومات عن الجانب الروسي لخلفيات ما يجي في أوكرانيا كنظرة ربما عسكرية نظرة لتقييم الوضع والجبهة كان هناك رد فعل من المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفة التي أشارت أو علقت على ما يجري من الإقالات وتعديلات حكومية وزارية في أوكرانيا فهي أشارت أنه يعني فالوضع الحالي وما يجري على أرض الواقع في الحكومة الأوكرانية هو بمثابة إعادة تقسيم الأراضي أو الحكومة يعني هذا بالنسبة للجانب الأوكراني غير مبشر بشيء جيد لأن هناك يعني وفقا للتصريحات التي توردها وسائل الإعلام الأوكرانية بأن هناك نائب وزير الدفاع الأوكراني تم إقالته بموضوع الفساد فهناك عدم التوافق في الحكومة الأوكرانية وهذا كما يروه خبراء داخل روسيا بأنه انقسام وعدم التوافق في موقفهم وهذا قد يؤثر إلى سير الأزمة الأوكرانية وربما إخفاق من الجانب الأوكراني خلال ما يجري على أرض الواقع في الميدان دائما نتابع معك تباعا إذن ديالا الخليل كل ما يجري من ردود أفعال من روسيا أو داخل روسيا في هذه الفترة الهامة شكرا ديالا كنت معي من موسكو ملف ألمانيا ورفض ألمانيا لتسليم كييف في هذه المرحلة على الأقل يعني هذه الدبابات من نوع الليوبارد والموقف الروسي من كل ذلك وكيف ينعكس ذلك على الأرض بالتحديد الميدان بكييف أسأل ضيفي الذي ينضم إلي من برلين أهلا بك من جديد سيد أيو وكيم بيترليك كمستشار أمن القوم الألمانيا الأسبق وسفير ألمانيا السابق بالنيتو مرحبا بك هل سبب رفض ألمانيا لتسليم كييف ليوبارد هو هذه المخاوف من موسكو تقول موسكو بأنه إذا تم ذلك أي تسليم برلين هذه الدبابات المتطورة للجانب الأوكراني أنه الأثر لا يمحى على العلاقات بين برلين وموسكو هل هذا ما تخشاه برلين أولا أن العلاقة بين برلين وموسكو لم تكن بهذا السوء أبدا بالنظر إلى هذا الغزو الروسي ضد أوكرانيا ثم من الطبيعي الآن برؤية إضافة هذه الدبابات إلى القوات الأوكرانية وهذا قد يضغط على روسيا وعلاوة على ذلك أولاف شولتز المستشار الألماني يفكر الآن بعملية التسليم ولطالما يجب أن لا ننسى التاريخ والسجل الألماني مثلا منذ ستة أو تسعة أشهر أن ألمانيا كانت أكثر بلدا مسالما في النيتو وفي ألمانيا وفقط التركيز على الدفاع ولكن مع بعض الصعوبات في دعم مثلا القوات الأوكرانية مع تصدير الأسلحة ولكن السياسة الألمانية تغيرت والآن هناك ثقة في كلمات أولاف شولتز الذي قال أننا سنقوم بكل ما يلزم من أجل تسليم الأسلحة للقوات الأوكرانية للدفاع عن نفسها ضد روسيا وهذا أمر قائم ومن أجل تسليم الدبابات هذا أمر وهذا قرار أصعب لأنه وحتى الألمانيين الآن يفكرون بهذه الاحتياجات الحقيقية لهذه الدبابات لماذا الآن وماذا بعد ومن الطبيعي أن ينظر الألمانيون إلى هذه الأسئلة بالإضافة إلى الحلفاء لا سيما فرنسا والولايات المتحدة من أجل إعطاء هذه الإجابة الواضحة ولكن ألمانيا أعطت هذا الضوء الأخضر لبولندا مثلا هذه البلدان التي تود أن تعطي أو أن تسلم دبابات ليوبارد أو من الفئة عينها لأوكرانيا من أجل تعزيز القوات الدفاعية لدى أوكرانيا ولكن الطلب يجب أن يكون علنيا ورسميا ولكن حتى الآن سيكون هناك هذا السمح من قبل بولندا ولكن ألمانيا قالت أعزائنا أصدقائنا البولنديين مثلا يجب أن تدربوا القوات الأوكرانية لأن هناك حاجة إلى ثلاثة أشهر من التدريب للقيام بالعملات بهذه الدبابات هذا الذي تقوله يعكس وجهة النظر الألمانية ربما الخجولة على رفض إعطاء أو تزويد أوكرانيا بهذه الدبابات يعني كل هذه هي ربما حجج أو أسباب تعطيها ألمانيا لكي تؤخر تسليم هذه الدبابات ألا يشق الموقف الألماني صف الموقف الأوروبي أو الغربي بالمجمل وبالتالي يصب بمصلحة موسكو يعني لماذا لا تتجرأ ألمانيا وتسلح كيف كما تريد كأنها تريد أن توقف هذا المد الروسي على الأرض لا أظن أن الأمر يمثل تصدعات هناك خلافات لأن ألمانيا الآن تنظر إلى هذه الأسلحة الدفاعية اللازمة في أوكرانيا كما دا أولوية مثلا أنظمة باتريوت وسيكون هناك أنظمة آيريستو وهذه المنظومات الأخرى من أجل إعادة تدعيم الدفاعات الأوكرانية ولكن فيما تعلق بالدبابات هناك الآن خلافا على هذه القيمة التي تضيفها أو قد تضيفها هذه الدبابات ولكن ألمانيا قالت بكل وضوح لبولندا وغيرها من البلدان يمكنكم أن تقوموا بما تريدون وسنرى في المستقبل القريب إذا ما كانت ألمانيا ستنضم إلى هذه الجهود لإعطاء الدبابات من المخزونات فلننتظر ونرى ولكن ربما أنت محق بالحديث عن هذه الاتجاهات الخجولة ولكن يجب أن لا ننسى هذا السجل للقرارات الألمانية نحن نعرف أن الناتو طلب من السلطات الألمانية أن تنضم إلى الجهود الفرنسية والبريطانية فيما تعلق بتدعيم أوكرانيا ولكن رجاء أن ألمانيا لا تحب أن تكون تحت الضغط واضح وأشكرك على وجودك كمعنا سيد دايو وكيم بيترليك ومستشار الأمن القومي الألماني الأسبق وسفير ألمانيا السابق بألناتو شكرا اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على اليوتيوب لمتابعة برنامج الرابط معي أنا السحر الميزاري